بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الآن بحمد الله تعالى إلى المحاضرة الثالثة من الوحدة السادسة وموضوعها المقتضى بالتكليف والمراد من المسألة المقصود بالمقتضى بالتكليف ما يتعلق به التكليف فكلمة المقتضى تقرأ بفتح الضاد لأنها اسم مفعول ومقتضى التكليف فعل وكف بمعنى أن الخطاب الشرعي قد يقتضي من المكلف فعل أمر من الأمور وقد يقتضي منه الكف والانتهاء عن أمر من الأمور فالفعل كالصلاة والزكاة والكف كالصوم وترك الزنا وترك شرب الخمر ونحو ذلك والمراد من المسألة أن التكليف في النهي هل هو تكليف بفعل أو ليس تكليفا بفعل فيما يلي تحرير محل النزاع وذكر المذاهب والأدلة نبدأ بتحرير محل النزاع والمراد بتحرير محل النزاع بيان مواطن الاتفاق ومواضع الاختلاف فنقول إن العلماء قد اتفقوا أولا على أن التكليف في الأمر تكليف بفعل لأن مقتضاه إيجاد الفعل المأمور به وذلك مثل الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ثم اختلفوا ثانيا في التكليف في النهي على مذهبين المذهب الأول يرى أن التكليف في النهي تكليف بفعل وهذا مذهب الجمهور المذهب الثاني يرى أن التكليف في النهي ليس تكليفا بفعل وهذا مذهب بعض العلماء نبدأ بذكر أدلة الجمهور فنقول إن الجمهور قد استدلوا بأن الترك فعل لأنه كف النفس وصرفها عن المنهي عنه وقد دل الكتاب والسنة واللغة على أن الترك فعل أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فسمى الله تعالى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا والصنع فعل من غير شك ومثل ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وأما السنة فأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فسمى ترك الأذى إسلاما وهو يدل على أن الترك فعل وأما اللغة فمنها قول الراجز لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك من العمل المضلل فالمراد من قوله قعدنا أي تركنا الاشتغال ببناء المسجد وقد سماه عملا فدل ذلك على أن الترك فعل أصحاب المذهب الثاني استدلوا بأن النهي عن الشيء معناه طلب تركه والترك عدم محض لا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به كسب العبد ولا يستحق عليه الثواب وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن الترك ليس نفيا للفعل وإنما هو فعل لأن في الترك إعراضا عن المتروك وبعدا بالقلب عن المنهي عنه وهذا فعل يتعلق به كسب العبد ويستحق عليه الثواب والراجح في المسألة هو المذهب الأول الذي عليه الجمهور لقوة أدلتهم وظهورها وجدير بالذكر أن هذا الخلاف خلاف معنوي ترتبت عليه ثمرات فقهية منها أن من منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات فتجب عليه الدية على المذهب الأول ولا تجب على المذهب الثاني لأنه مات بفعله على المذهب الأول ولم يمت بفعله على المذهب الثاني ومن ذلك من منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه هل يجب عليه الضمان أو لا يجب خلاف ينبني على الخلاف في المسألة فأصحاب المذهب الأول يرون أن الضمان واجب عليه وأصحاب المذهب الثاني يرون أن الضمان ليس بواجب عليه وكذلك من أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمن ذلك الحق على المذهب الأول ولا يضمنه على المذهب الثاني والله تعالى أعلى وأعلم وبه الهداية ومنه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم